ما حكم من كان معتمرا أو حاجا وهو يصلي بشقته التي استأجرها في الفنادق المجاورة للحرم مقتديا بإمام الحرم لا ما يجوز أنه يقتدي بإمام الحرم وهو بالشقة يطلع ويصلي مع المسلمين ويصلي في الصفوف يصلي في شقته المنعزلة وإذا صلى وحده بطلت صلاته لأنه لا صلاة لفذ خلف الصف وكذلك إذا كان بينه وبين الحرم سوق شارع ما تصح صلاته خلف الإمام